بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد علي أبضل الصلاة والسلام السلام عليكم إخواني أخواتي ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتكم التعليمية عالم الأميرات معكم المعلم زهير نتمنى من الله تكونوا بألف خير نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بكامير الصحة تكون جميع أحوالكم طيبة إن شاء الله نشكركم على تعليقاتكم وعلى دعوتكم وكلامكم الطيب ربي يجزيكم كل خير وربي يوفقكم جميع أعمالكم نتمنى بالأعضاء الجدد التي تحققوا بنا في القناة نتمنى لهم التوفيق والنجاح فضلا وليس أمرا لكي شاهد معنا الفيديو نرجو دعم الفيديو بالمشاهدة وبلايك وبالبارتاج باش يوصل العدد أكبر من الناس كما كتشاهدوا في الصورة أمامكم موضوعنا سوف يكون مضيج اللبت الرندة سوف نمر الخدمة لنا على بركة الله نحتاج للحرير القصبة كما تشاهدوا اللون التوب الذي نخدمه بالرندة سوف نبرم الحرير على جوج الشعرات بخفيف كما تشاهدوا كذلك سوف نحتاج الألوان للحرير اللي سوف نخدمه في الزواق للحبيك ممكن تختاروا ثلاثة الألوان اللي يكونوا متناسقة مع بادياتها ثم الضوء ديالكم والاختيار اللي يناسبكم بالنسبة لهذه الألوان اللي سوف نزوق بهم نبرموهم الحرير كله على الأربعة ديال الشعرات كما تشاهدوا بريم خفيف نحتاجوا كذلك الإيبر النمرة السبعة اللي نخدم به معادة الرندة على هجوج ديال الشعرات كما تشاهدوا هذه الهبطة ديال البياسة ديالنا من الفوق التالي تحت من بعد ما نخدمه هنا العبار ديال الفتحاء ديال العنق سبعة ديال سنتيم أو ثمانية كان بنيو الغرز أنا بنيت هنا ثلاثة الغرز ونزلت معهم في الخدمة ونزلت معهم في الخدمة سوف نبدأ الخدمة بسم الله على بركة الله كما تشاهدوا في الصورة في أول فيديو الموديل ديالنا الذي يتكون من الرندة ديال الجورميت يعني الزواق ديال الحبيك سوف نخدمه الجورميت ديالنا بالنسبة للأخوات اللي مشاهدوش تقنية الخاصة بالمعنم زوهير ديال الجورميت تقنية مختلفة وسريعة فكرة خاصة بيه يتبعوا معي الفيديو باش يستفدو تهمم مع هذه الطريقة ومن هذه التقنية ان شاء الله ويخدموا بها وتسهل عليهم الأمور كما تشوفوا هنا عندي الضقاء ديال التوب ننقذ العوينة الأولى والعوينة الثانية ونأخذ آخر عوينة عندي نايا بغرزة شاهدو الخيط نجده مطلق في العرض ديال الخدمة ديالي يعني لا نزيره ولا نجده مرخوف كما تشوفوا هنا التوب يعني يمثبت الأول ديال لها بالنسبة للجهتين وكذلك يعني تحت هذه البلاثة لكي نعمل يعني يمثبتها كذلك هنا من الجوانب ومجبت التوب من جهتين لكي لا يأتي تكماش أو التفاوت بالنسبة للخدمة ديال لها في الآخر ومع ذلك لكي نعمل نعمل الضقاء ديال التوب نجب التوب يعني باش ندير الدقة باش منشرب التوب في الخدمة ديالي وكما كنت تشوفوا الدقات يأتي صغير ورين في الجوانب ويأتي نفس الحجم ونفس العبار نعمل نعمل في الخيط والخيط الدائري في الاتجا نعمل في غرزة كما كنت تشوف هنا الفوق ونزير ونزير ها مزيان الأعلى نفس الفراغ وندخل الإبرة ونخدم كذلك غرزة الغرزة ونجعل نفس العبار من الخيط الأول الذي كنت تشوف به سنجعل نفس شيء الدقة من بعد ما نكون جبت يعني التوب في الجهة تحت نفس الشيء الذي فوق مباشرة سنجعل هذه العوينة التي لدي فوق بغرزة كما بدأت في البداية ثم سنجعل الخيط لنصرف العرض الخدمة كذلك سنجعل الغرزة الغرزة في نفس العبار ونفس المسافة بعد ما نكون جبت يعني الغرزة من قبل نعمر نفس الغرزة ونزيّر الفوق مزيان وفي نفس الفراغ الخيط نعمر الغرزة الثانية ونجبدها لتحت كما تشوف يعني كنغلف ذاك الخيوط اللي طلعت بيهم يعني في لا داعي أننا نعمرهم بالغرز ونخدمو الحسيرة الغرزة السامبل يعني كنضيع فيها الوقت والمجود في الآخر غذي تغطى القرميت ديالنا يعني بالحبيق ونفس النتيجة يعني فوق ونعمر الغرزة 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 دائما نحافظ على نص العرض الخدمة يعني كما بدأت في البداية نضع الغرزة 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 سأخدم هنا لنفذ الشيء نشأ فوق نضع الغرزة الغرزة كما ترى الغرزة الخيط يضح و وهذا الخيط الرابع بإمكان كم لو 想 القرميت طويل يعني تزيد العدد هذه الخيط بالنسبة لي انا هذا العبار كتافي به سوف نرد الخيط في هذا الاتجاه هنا سوف نأتي لهذا الفراغ الأول سوف نبدأ نحبك عادي أول حبكة نزيرها ما أمكن يعني هنا الفوق ونجد هذه العوينة ضيقة لكي لا تأتي الخدمة هنا الفوق ونشرقها من بعد هذه العوينة نفس الشيء سوف نعمر القرمية كما تعرفون بالحبك هذه الحبكة الثانية سوف نحاول أن نزير القرمية ونصرفه في الواسط لكي نجد القرمية مطلق في طول ونصرفه 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 في العرض الخدمة كما ترى هذه الحبكة الرابعة وهذه الحبكة الخامسة كما ترى القرمية يعمر بالحبيك سوف نأتي له هذه الخيط الآخر ونصرفه كما ترى سوف نعمره هنا بالغرزة هنا هنا كما ترى هذه الخرزة سوف نستفع مع الغرزة التي لدي هنا لا ترى الحبكة مباشرة مع الثوب نفس الشيء سوف نقوم دقاء الثوب نفس العبار ونفس المسافة كما ترى سوف نقوم من الجهتين قبل أن نقوم الغرزة في الثوب هنا مباشرة سوف نقوم بالغرزة التي لكم نضيّر أول حذكة لكي لا ترى مرخوفة ونهزها بهذا الشكل ونجعل الخيط يطلع في العرض الخدمة نفس العبار ونفس المسافة سوف نقوم الثقة الثوب ونزيّرها جيدا كما ترى الثقاء يقومون نفس العبار نفس الشيء كما قدرت معكم من البداية نضيّر هذا الفراغ ونعمر الثقة 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 ونزيّرها جيدا كذلك نأتي الثقة 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 ونجعل الثقة 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 في العرض الخدمة ونجعله مرخوفة ونزيّره كثيرا الثقة 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 كما ترى نفس العبار مع السبق كذلك نخرج الثقة 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 ال�قة الثقة الثقة لا يقوم بشكل طويل من الثقة ونجعل قصيرة او مائلة نعمل الغرزة كما ترى نزيارها جيدا يعني تكتب هذه العوينة مسدودة كذلك نهبط الغرزة يعني في هذه الخيط ونقوم بتقديم الغرزة نقوم بتقديم الغرزة يعني نقوم بتقديم الغرزة نطلع الخيط الثالث كذلك نفس الشيء ونقوم بتقديم الغرزة نقوم بتقديم الغرزة نقوم بتقديم الغرزة من الجوانب كما ترى الغرزة نزيارها بإمكانك 30 ملاسقين مع الغرزة يعني إذا أجعلنا هذه الغرزة فهي تقديم الغرزة لسلخ الخيط بالنسبة للجهة التحت كما تشاهدون كذلك نزيّر الغورات ونجبدهم الاتجاه التحت لكي يواصلون للتوب هذا يبقى من الخيط الرابع الذي سنطلع به في الخدمة فيه سننهبط الدباء لكي نحبك الغورمات سنضغط الدباء كما تشاهدون هنا لا نضغط الغورة في البداية الخيط مباشرة نبدأ الحبيق أول حبكة لا نجمع الحبكة نظرها هنا للآخر لكي تكون العوينة ضيقة ونزيّرها قليلاً بالنسبة للحبكة الثانية نجدها مطلقة يعني في الطول هذه الحبكة الثالثة كما تشاهدون وهذه الحبكة الرابعة نصف الشيء وهذه الحبكة الخامسة كما تشاهدون نصف العدد وهذه الحبكة الأولى نحن فيه في جميع الحبات يعني هنا نضغط خمسة الحبكات وهنا نضغط أو أربعة يعني نفس العدد لكي يأتي الثالثة المساوي في الخدمة هنا كان هذا الخيط الأخير يعني اللي طلعت به نضغط غرزة هنا منها منها نضغط الحبيكة منها الخدمة متماسكة بالغرز كما ترى من هذه الجهة الفوق نستمر نصف تقنية نصف الطريقة ونجبت التوب من الجهتين وأكيد ما تردتم هذه الطريقة و تبعتوا الشرح و هذه التقنية لا يتجدون تفاوت إن شاء الله في الأخير نعمل مسافة من الجهة ربحة للوقت لكي لا تقنية الفيديو أكثر لكي نمر الخطوة الموالية سوف نعود معكم أنا رجعت معكم متسبعين كما ترى بعدما ختمت هذه المسافة من الجهة هذا هو الشكل من الجهة في الأخير سوف نمر الخطوة الموالية التي هي الزواق بالحبيك سوف نأخذ واحد من الألوان التي لدي ثلاثة يعني أنتم لا أختياركم أنا سوف نأخذ هذا اللون يعني البلو مارين به سوف نبدأ الزواق ديالي سوف نتبت الفطلة ديالي هنا في البداية ديال الهبطة يعني في الظهر ديال الخدمة كما ترى سوف نأخذ هنا يعني الأول غورميت نأخذ منه يعني فقط يعني كما ترى ما هي عائرات يعني كما ترى كما ترى الفطلة يعني في الظهر كما ترى بعدما ترى الفطلة في الظهر أول غورميت عندي هنا هنا سوف نأخذ هذا الغورميت الثاني اللي عندي هنا وسوف نأخذ الوسط دياله يعني منطهر ديال التوب كما ترى يعني في هذه دقات ديال التوب ما ترى يعني في التوب اشتوا ضيف الجوانب ديال الخدمة دراندا نخرج الخيط كما ترى الغورميت الحبة الأولى سوف نأخذ الوسط ديالها ونرد الإبرة للدهر ديال التوب كما نعكس يعني الوسط ديال السهم ديالنا يعني هنا سوف نأخذ تقريبا نصف النقطة يعني فقط عائرات يعني سوف نخرج الإبرة في نفس المكان كما ترى كما ترى نحاول على القرميت يعني باش يبقى في الجمالية دياله وفي الخدمة دياله وهذا نأخذ هنا الجهة المقابلة نفس النقطة يعني إحدى الدقات ديالته نخرج كذلك بالإبرة هنا في نفس البلاسة اللي خرجت فيها في الأول كيف ندير يعني هذا الخيط دير السهم الأول كما ترى ونزيّر يعني هذا الجهة الأولى وكذلك هذا الجهة الثانية يعني المقابلة دابع سنبدأ الحبيك ديالي كما تشوفوا في هذا الخيط الأول وسنحاول منقش القرميت ديالي يعني في الخدمة لما نجررش تهوى بالإبرة في هذا الحبيك وسنستمر يعني كنحبك هذا الجهة ديال السهم كما تشوفوا أنا قدرت الخيط على أربعة ديال الشعرات باش منقش نضوبل يعني هنا هذا النسيج في الأول يعني جوجد المرات كما كنا نديرو في الخدمات السابقة يعني باش يجي الخيط ديالي من الأول من البداية لما نضوبلوه وكذلك يحبه يجيباين في الزواق ديالنا كما كتشوفون بعد ما كنحبك يعني هذا الجانب كنتقل الجانب المقابل مباشرة بالحبكة والحبكة الأولى كنزيرها هنا الواسط كنجبد بها هذا السطر الذي حبكت كنتقل الجانب سوف نستمر يعني كنحبك هذا الخيط كما تشوفون ونحاول ما أمكن يعني منهج الشعيرات من الخدمة للغورميت كما تشوفون كما تشوفون هذا هذا الجانب نفس الشيء إلى الأخير بعد ما كنسالي الحبكة ديالي ديال السهم كما تشوفون سوف نرجع هنا الإبرا في نصف النقطة اللي ساليت بها ونرجعها لجهة المقابلة نصف الشيء سوف نخدم السهم المقابل لهذا سوف يجي أعطي لي الشكل القوزة في هذا اللون سوف نخدم من هنا المنتصف هنا كما تشوفون سابقا المنتصف في هذا المنتصف وندخل الإبرا للظهر ونخرجها تقريبا في نفس النقطة كما نرجع به لهذا النقطة كذلك نخرج في الجهة مقابلة لكي نبدأ لحبيك ديالي نفس الشيء الذي قدرت معكم في هذا السهم الأول سوف نأخذ هذا اللون الثاني الذي تشوف الغزان يأتي مناسب مع البلو مارين بعد أن انتبت فتلة هنا في الظهر الخيط البلو مارين لا تتعقيد لا تتعقيد لا تتعقيد مع هذه السريفة سوف نكمل به الخدمة من بعد الغزان سوف نخدم نخدم نفس الشيء هنا ولكن الجوزة سوف نأخذ من هذه الأول لاحظوا جيدا سوف نخرج إلى الثق 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 لا نفعل الثق سوف ندع سوف ندع قال الثق 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 في هذه الطريقة سوف ندع نفس النقطة مقابل نفس المسافة في الثوب ونخرج الإبرة نفس الشيء ماذا؟ بهذه الطريقة نحبك كيف حدث؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كما ترى في الثالث قوزة الثانية في الان الغزان اشتركوا لون الأزرق اللي بديت به كذلك غنخدم به جوزة صغيرة يعني الموالية اللي غتجي لسقة مع هذه نفس اللي خدمت معكم الناية اشتركوا في القناة كما تشوفون بعدما خدمت القوزة الثانية المقابلة نفس اللون سوف نخدم به هنا فوق هذه القوزة ديال الواسط سوف نخدم به هنا كما تشوفوا واحد السهم سوف يأتي المفتوح في جهة التو سوف يمشي في نفس يعني الخط هنا وكذلك هنا في هذا الجانب سوف نأتي هنا لهذه النقطة كما تشوفوا سوف ندخل الناية في هذا الواسط ديال هذه القوزة اللي عندي في الواسط ونخرج كذلك هنا في نفس النقطة هنا نعكس هنا الخيط ديالي بعد الشكل ونأتي كذلك هنا في نفس النقطة سوف ندخل الإبرة كما تشوفوا سوف نحاول نحبك هذا السهم لأنه لا تزيره لكي لا يستطيع التوب يعني ويجي نكمش في التوب سوف نأتي إلى هذه النقطة الأولى التي لدي هنا سوف نخرج الإبرة سوف ندع لأن نحبك عادي تنهاية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كما تشوفوا بعد ما أحبكت يعني هذا السهم هنا نحبك واحد هنا في الجهة المقابلة نفس الشيء كما تشوفوا بعد ما أحبكت هنا هذا السهم المقابلة بالنسبة لهذه الغوزات ممكن تخدموها بلون موحد يعني هذا اللون كما تشوفوا هذا الغوز الغوزان ممكن تخدموها بثلاثة بالأزرق يعني بهذه الغوز ممكن تخدموه يعني تشكلوه هاد الغوزات يعني كل منتصف تخدموه بلون يعني يكون عندكم رابع أو هذا اللون الثالث دابع اللي غنخدم فيه اللي هو الأزرق فاتح يعني ممكن تلعبوه بالألوان كما بغيتو في الزواقة لكم دابع سوف تنمروا اللون الثالث دينا سوف نحصل هنا بين هذه الغوزات ونعمل كذلك هنا أسهم بهذا اللون الفاتح سوف نحصل هنا بعد ما تبت الفطلة في الظهر دينا سوف نخرج هنا في هذه النقطة كما تشوفوا الدقاء داخل الثالث نخبر أجل العبر دينا بالطيئ نخرج الثالث فلنعكس ساعد السهم من الوسط نصف الشيء سوف نقوم بالجهة المقابلة وكذلك الجهة الموالية للجوزة نقوم بالنسبة للموقع المقابلة ونقوم بالنسبة للموقع المقابلة نقوم بالنسبة للموقع المقابلة ونقوم بالنسبة للموقع المقابلة عندما تتطور لكم طريقة زواجاتنا وخطوات لكم ونسبة للموقعكم خدمتها جزء الشعرات نقوم بالنسبة للموقع تقوم بالإمكانة به فيديوات سابقة وتخدموا الحبيب يعني على جوج ديال الشعرات كي يجي يعني شي حاجة رقيوقة تيجي شي حاجة منتهى الدقة والإتقام بالنسبة لي يا أنا غباشي بلكم يعني الخدمة ديالنا يعني كالفضل من الأحسن تخدموا على جوج ديال الشعرات كذلك تزواق ديالكم وتخدموا يعني العبارات يجيوا هما هادوك كما تشوفوا يعني الأسهم متقابلين نفس العبار بالنسبة للقوزات الصغار ديال الجوانب نفس العبار والقوزة ديال الوسط تكون أكبر منهم يعني اللي في الوسط ممكن الألوان يعني تلاعبوا بهم كما بغيتوا انتم مع والاختيار ديالكم والأدواق ديالكم كما كتشوفوا دابع بعد مع حبكت هاد السهم عندي هنايا ونرجع بالخيط للدهر ديالتو ونكمل يعني هاد ثلاثة ديال الأسهم اللي بقاولي نفس الشيء هادي يجيوا عندي هنايا في الجوانب ديال الرشماء ديالي ونرجع معاكم باش ما يجيش في فيديو أطول يعني من هاد الشيء أنا رجعت معاكم متسابعينا كما كتشاهدوا بعد مساعدة الرشيمة ديالي هذا هو الشكل النهائي ديال الرشيمة ديالنا كما كتشوفوا نفس الشيء غادي تخليوا مسافة ديال خمستاشر سنتيم او عشرة سنتيم وهذه تخدموا أسهم يعني بنفس الألوان ثلاثة ديال الأسهم يعني يجيوا فارقين الرشمات مع بادياتهم كذلك نفس المسافة سواء اندرتو خمستاشر سنتيم او عشرين سنتيم كذلك قد تعبروا نفس المسافة من الأسهم وغادي تبدأوا الرشماء الموالية في الهبيطة ديالنا لانا كدشي رشماء يعني تحت الرشماء وبينتهم الأسهم حتى الاخير ديال الهبطة المهم في الأمر هو انكم تحافظوا على نفس المسافة وكذلك كنصحكم يعني ما تخدموهاش بهذا العدد ديال الشعرات يعني غليد كيفما كتلكم أنا خدمتها لكم غير باشتبال لكم يعني في التصوير يباني الشكل ديالها يعني باش تفهموا الخطوات والتقنية ديال الخدمة ديالنا إذا أريد أن أجدكم يعني شيء حاجة منتها الرقة ومنتها الدقة والإتقان دروري تخدموها على جوج ديال الشعرات كما خدمت معكم من قبل وانتم ما تخدموها يعني في المرمى في الميتة وهذه تساعدكم يعني بالنسبة لي أنا كنخدم غير المخدة يعني كنزوق وكذلك بالنسبة للتصوير يعني كنعطيها الخاطر يعني باش تطلع يعني بهات الشكل وانتم ان شاء الله تطلع لكم شيء حاجة أحسن من هذه وأرفع من هذه إذا تبعتوا النصائح ديالي وجميع الخطوات اللي شرحت لكم وصلنا النهاية ديال الفيديو كنتمنى الفيديو ديال اليومة إن الإعجاب ديالكم تكونوا استفتوا معنا تكونوا فهمتوا يعني التقنية والطريقة وجميع الخطوات بالنسبة للألوان ممكن تغيروا في الألوان كما بغيتوا يعني بالنسبة لهذه الكوزات ممكن تخدموا كل منتصف يعني كل ساهم في لون مغاير ممكن تخدموهم الكوزات كاملين بلون موحد عتخدموا الألوان الباقية يعني هنا في الجوانب دكشي كي يبقى لاختيار ديالكم ولا حسب الضوق ديالكم وصلنا لنهاية الفيديو وإلى اللقاء في فيديو مقبل إن شاء الله مع المعلم مزهير وأعمال مميازة كما أودناكم دائما اشتركوا في القناة